مطبخنا النهاردة مع عشيف محمود مصري مية في المية بس بتكات محمود وحركاته طاجن فول بالتون واللمون وعجة بطاطس بالبيض وعصير بطيخ بالنعناق حاجة كده جميلة ازايك اسلم عليكي طبعا وعلى الاستاذة الجميلة الاعدة في المقدمة وعلى حبابنا اللي بتفراجع لنا في فرنامج السيطات معرفوش يجدبو ففقرة المطبخ نسيت اسمها ولا ايه؟ ايمان نسيت اسمها ده كلام ده كلام الاستاذة الجميلة انا بحذر معنا الاستاذة الجميلة عشان هي دايما جميلة ايمان ما تتنسيش سمح وحبابنا طبع اللي بتفراجع علينا في البرنامج الجميل ايوة بصوا احنا عاملين فول بالخلطة على زوي خلاص اللي حبه ينفذ بس وعد احلى طبق فول ممكن تكلوه وعملين عجة بالبطاطس برضو مختلفة فيها بصل اخضر وفيها شوط خضرة وضفت لها اضافة ايه؟ اضافة كوركم كده جميلة حاجة يعني مش قادرة اوصف لكم العجة دي قد ايه جميلة وصحية ومعمولة بزيت الزتون عشان الويكيند عشان الويكيند وجبنا شوية بطيخ وكان لينا صديق عزيز النهاردة شغال معنا بحييه طبعا بطل الجمهورية افتنقية البزر من البطيخ اه بطل اسمه محمود محمود غنيم محمود طبعا طبعا وبعدين عاملين له شوات مقدير حلوة عاملين عصير حلو جايبين المشروبات المشروب الابيض مشروب غازي ابيض كده اللي هو بتعمل سكر ونعناع ولمون وموضوع حلو قوي يعني هنعمل شوات عصير يمشوا مع الفول يمشوا مع عجة البطاطس يعني بعد الفول والعجة يطروا على قلب الواحدة والواحدهم هيفعلا يطروا موضوع الحر اللي احنا فيه ده انا كنت انت فكرتني مرة في رمضان وسألت الناس وقال الفول يتعامل بكم طريقة كل بيت ليه طريقة مختلفة جميعا في الفول اه بس انا بقى يعني موضوع الفول بتاعي انا موضوع مختلف تماما يعني موضوع مش مختلف هو نفس وتست كده وطعم هتسيبه بقى ايه وقطع نفسه وتبتدي في العجة بقى صح اه بس مش هيقطع نفسه قوي يعني احنا كلنا هنعمله قادي الطاصة هي وانت بتعمل كده قولنا احلى طريقة ندمس بيها الفول ايه عشان انا من نجيبوش علب والكلام ماشي انا هقول لي المقدير وانا سايبه يسخن كده الفول المقدير بتاعه انا جايب 3 علب فول هاقول طريقة تدميس الفول اعترف شكله علب وجايب شط حينة ومحتاج بقى ايه السر بقى يا جماعة نعناع اخدر ورشة كمون وشطفل حامي على خل على شطة شوات ملح وعصير لامونتين وانا بقى حاطت شوات بقدونس وطماطم وبصل دول بزين بيهم طبق الفول في الاخر حلو جدا كويس بس قادي الفول هنا هو بيسخن يجب خالص محمود بيضحك ويقول لك انا جايب علب يعني هندمسه ازاي هنقعه اليوم بحاله هقول لا يوم طويل لا بل فول التدميس ما بيتنقعش مش معقول اللي بتنقع فول النابت فول التدميس لا ما تنقعوش فول التدميس يعني يتغسل جسلتين حلوين كده انا بس لبنتحيل عشان ما ياخدش نار كتير انا بس كل اللي عايزوا منك ان انت حطيتي 3 تربع الكمية 3 تربع كيلو فول حطي شوية كده بييدك نص كبشة كده عتس ساني بس فول ما تشوش بيفرق جدا في الطبخة وشوية من العتس الأصفر معلقة ومعلقة عتس بوني التلاتة اه التلاتة دول مفيش رز بقى في نصف حط رز مفيش رز جزرايا لا مفيش جزر مفيش طماطم لا لا ولا طماطم يعني تأخذوا شوية فول حلوين بس لنها من المتشوش بتاع التعمية شوية فول ماتشوش ومعلقة عتس أصفر ومعلقة عتس بوني التلاتة دول حطتيهم على الفول في الإدرة الزغيرة وقمليها مية وحطي وغطيها غطيها بايه بقى تشوفي حاجة كده زي كسرول تيجي على قد الغطا قطيها كده اه مقفولة كويس جدا ودي دايما فيها مية بس دي تبقى معدن ودي دايما فيها مية اه وحطيها على نار هادية خلاص فدي قفلة كبساها كويس جدا تيجي مش الغطب تيجي تبصي بعد ساعة ولا حاجة تحس ان المية قلت تجيبي شوية معها بتغلي وتحطيها وتقفلي تاني تقمره زي ما يقوله مكمور وما تخفيش من موضوع انه يتلاسع من تحت لان انت موطيها النار كويس جدا جدا واول تقليبة دي بتبقى بعد ساعتين تلاته خلاص؟ تمام طيب احنا كده اتكلمنا يعني انا نفتش اي ادفات لا جزر ولا بطاطس لا لانت بتابليش شربة عتس لا لانت بتابليش شربة عتس لا انت بتابليش شربة عتس يعني شربة العتس هالتي بتحط لها جزر وبطاطس والكلام ده أما الفول المصري اللي على أصوله الثلاث حاجات دول كفاية قوي بس في ناس بحط اللمون إيمان صح لاتفتح لون الفول أنا مش عايز صغير طعمه يعني اللمونة ولا كربوناتو أنت هتسيب الفول بلدي يتسلق ويتدمس على مزاله عشان وعدا كنا بنعمل طعمية ولقيت البنت بتغلي الفول المتشوش وهو مفروض يتنيئة شوية ساعة أو نص ساعة لا الفول المتشوش ما بيتنيئة يتنيئة للطعمية للطعمية بقولك ما بنعمل طعمية ما بنعمل طعمية؟ ينفع على فكرة يتغلي على طول طب ما هيش هيلون مغير اللون التعمية طعمية أنا بتكلم على البصرة الطعمية لازم تتنيئة ليلة كاملة الطعمية لا تتغليش خالص لا وليلها تتغلطانة أما البصارة لا يتنيئة الفول خالص يتسلق على طول الفول والبصارة يتحط على طول تمام كده اتفقنا؟ وخلي بالك برضو الفول ممكن يتنيئة ساعة مثلا ساعتين مش أكتر من كده أنا مش عايزه يفتح مش عايزه يبقى طعمة فول نابت مش عايز القشرة تانشف خلي بالك أنت بتطري القلب اللحمة تانشف بس القشرة القشرة نفسها بتقسى شوية في الفول المدمس أنا خلاص الفول عندي حطط له شوية مية كويس أنا بنسأل أسئلة برضو يا رب مش بنعطلها مهمة جدا لا لا نفيش عطر احنا معنا وقتنا والدنيا زي الفول بصوا بقى الدقة بتاعتي اللي أنا بعملها أنا بحط شوية من ثلاث فصوص طوم كويس وشوية ملح وشوية من الكمون شوية شطة خلاص؟ وبعدين كلمة السر خلاص أنا أحبت الهون بتلاقيوا بك وصفات كثيرة من الهون كثير يعتبرين الريحة مهمة نشتري الهون لا ليس لديم وقر انفلفل حامي هذه القادرة التي قال لي عليها مبارحة بشعرال الصلاة دي الأربع جه�ه القادرة بس أجل كبه ولكن شوية اللي بيفرق جدا بصوا بقى بصوا في شكل وان هه هكي لكم أريحة عشان وخبزة جبه جميل عشان واحد حبيبي يقول لي بصوا الريحة ازاي هوا شموا الريحة شايفين الوططة؟ يعملوا الوقت يا أبليكيشن بالريحة تخش المطعم تدوس تشم راحة الأكلة اللي انت طالبها والله شبتبا ما نزلتش في مصر يعني انا وانا شفتها في اليابان او فهاني في المطعم نفسه؟ اه بتخش عن المينيو وانت واقف تشم راحة الأكلة اللي هتعمالها حلوة فكرة دي اه مسجلنا بس ازاي مش عادة احنا عندنا في مصر برضو قبل اي حد احنا بندخل المطاعم بتاعت الكوارع بنشم راحة الكوارع من المينيو باريحة نشم راحة الكابدال الاسكندراني ماشي بنشم ايه تاني؟ تششة الملوخية كون نعرف جيرانتا بخين ايه النهاردة؟ يعني عندكو ايه في المينيو اه احنا بنشم كوان الريحة احنا سبقنا اليابان خلص دق بقى عشان نسألك سؤال مهم بص يا انا خلصت دول كده بالخلطة الحلوة بتاعتنا دي ايه تاني؟ ايه تاني؟ كمون وتوم وشطة اربع حاجات اربع حاجات وفلفل حامي حلو؟ ايه تعمل ايه؟ بحط هنا شوية من عصير اللمون شايفين عصير اللمون وحط شوية من الزيت كل واحد لازم يحط الاشتراك كده وشوية تخلي معلقة من الخل الابيض معلقة واحدة من الخل الابيض بيس؟ بنعمة كده ايمان بتقولك انا بضربه في الكبه هل صح ان احنا نقشره معنا عندي برضو بيعملوه لما يستوي بيبتدوا يقشروه الاول ما ينضربوه هو ايه؟ الفول ولا نضربوه في القلطة او في الكبه بيقشرو في ناس بيضربوه بالقشر وعنين يصفوه اه فالقشر اطلع لوحده وده اللي عنده مشاكل من القشر طويس؟ اه واخد شوية نعناع اخضر ولما بيتنقع ممكن لما ياخد اول غالبه ممكن يتقشر ثلاثة كده من النعناع لما بيتغلي يتقشر يتقشر ده الفول النابت فول النابت ده يبقى هو ده اللي بيتاخد واحدة واحدة كده تقشر زي الترمس مش الفول البلدي المدمس هو اللي بيتقشر واحدة واحدة كويس؟ لان في الاخر انت معلقة العدس ومعلقة الفول المتشوش ومعلقة العدس الاصفر اللي انت حطتيهم مع المياه فهم عملوا لزوجة وقوامحة مش تقدر يتوصل لحباية الفول فيه كم حباية تسلقت وفرقعت وتهرست ومع التقليب بالكبشة فانت بقى عندك حاجة معجون كويس؟ هتاخدي بقى انت الفول واحدة واحدة تقشرية؟ لأ بصي بقى هنا الخليط بتاعنا عملنا ايه؟ دقينا 3-4 فصوص طوم ورشة ملح ورشة كمون ورشة من الشطر اول ما هرسناه ومهرسة حلوة كده ممكن نرمي معهم ورقتين النعناع كمان بيدوا روحة حلوة وقرنفلف الحامي حطينا معلقتين من عصير اللامون ومعلاقة خلة أبيض وشوية زيت زتون ونيجي على الخليط ده وينهرب يا كمال هنا كده نرمي يجسم معلقتين حلوين كده النصيحة اللي انا عايزة نصحى لكم انا بحاجة الفول بالزيت الحارب بصراحة اوميجا ترين ماشي انا هسيب دول بقى كده يغلو غلوة اللي هو زيت بزر كتان اللي هو فلاكسي ده زيت حار خط شوية بصل اخدر مش عارفين امتو ده وهسيب ده اه ده جميل جدا وكمان كانوا بيستخدموه البحارة بيستخدموه ده غير الفعود الصحية في دهان الخشب قبل ما يدهن اي الطلاق عشان بيمنع التساوس الاخشب هسيب شوية تفويل دول وتعالوا بقى اقولكم مقادير العجة الحلوة هسيب ده يغلي لسه يخد طحينة وفي موضوع كبير ونشوف موضوع العجة موضوع العجة مقادير وكلقاتي بطاطس وانت بتنزله المقادير انا هصفي على البطاطس وبصل ابيض وزيت زاتون وزيت درة وبقدونس وبصل اخدر وشوية بيض ممكن يبقوا قلنا بيض وقلنا كل حاجة انا معك اسكى جهازة انا بعدت عن النار اللي عملا تطلع في هدومي ليش انا بعمل ايه بحط هنا شوية البطاطس انا بعملها كيف متقطعها انا بقسمها نصين وبالسكينة بالراحة في فلسطين وبصلتين بيض حطهم هنا كده يا سلام بقى على دي يعني واليوم الاجازة بقى ورشة ملش شايفة انا عايزة اقولك انا رشة خفيفة جدا انا عايزة اقولك ان الخلطة الحلوة اللي انا عاملها دي دي بتاخد وقت بتاخد وقت قد ايه بتاخد لها وقت على النار حوالي من تلت ساعة لنص ساعة بنقعد نقلب على نارة متوسطة لحد ما تبقى معايا انا انت امان بتعرف تعملي الحرفة دي صح؟ اه جبارة فيها اتي عارفة الاكلة دي عايزة شوية بتنجان بقى مقلي ايه انا عايزة او فلفل مقلي ما حب انا الكب بمناسبة المتنجان بقى بمناسبة المتنجان بقى بكرا عامتش ات مسقعة باللحمة المفرومة ايوا بقى كمان نعمل لكم حاجة حلوة اضطر كده يعني كريم بورلي مع المسقعة بعد ما تاكل طبق المسقعة انت في الاخر مش بتاكلي كريم كراميلة خليها كريم كراميلة برضو يطري عارفة حاجة حلوة كده ترطر ايه اكت عايزة رز بلبن مثلا مثلا دي كده عزيزة ريحة الفول مش طبعية بص هنا البطاطس بعد ما دبلت مع البصل بنحط لها رشة من الكركم يعني الحاجات التجامدة بنشوحها الاول عشان تستويس قبل من حط البيت بس وقت تقدي ايه بقى بتقعد على النار وقتها دي ايه بتقعد لها على النار وقت مثلا يعني من عشرين دقيقة لنص ساعة البطاطس دي بتستوي على نار هادية جدا واول ما تتبل معانا وتستوي ثلاث تربع سوى بشكل كامل نبدأ نحط الكركم زي ما انتم شايفين طب ما دي انا بعملها بقى انت تعلمتني وصفة الكوسة المبشورة اه بس دي مختلفة شوية لو انا مش عايزة بطاطس وكاربس وكده اخوة عامل كوسة اه بس انا في الاخرى عايزك تشوفي شكلها عجة البطاطس والقوام وانحنا بنقطعها وبنقدمها عشان تقدار يتحددي ايه البداية اللي ممكن تحطيها مكان البطاطس صح صح بس نعملها كده لاصلما عشان محمود ايه ايه مهم جدا احنا عندنا محمود حاجة اسمها عجة طعمية صح؟ عجة طعمية اه اه وفي عجة اللي هي بالبيت هي دي اللي احنا بنعملها ولا دي اختراع دي بالبطاطس يبقى العجة ده اللي هو الاسلوب لكن مش النوع العجنة نفسها وجود البيت مع اي شيء عندنا في مصر هو عجة خلاص خدت عجيني الطعمية كسرت عليهم بطين وقلبتيهم وحطيت عجة الطعمية خدتي البيت وحطيت عليه شوية خضرة مع معلقتين رز وشوية شطة على كمون ايه ده رز؟ العجة انا عملتها هنا قبل كده يوقع تنسي يعني عجة الخضرة ايوه عملناها زي الترطايا شاركة اسيا مصر في مصر بيحطوا رز هنا في مصر بنحط عليها رز ومعلقتين رشة كربوناتو وبنبقى مدبلين بصلاية مع طمطماية اتخدعت شوية واخدت الريحة الحلوة وبردت حطينا الخضرة وحطينا معلقتين الرز خلاص؟ حلو جدا ايوه خليكي فاكرها دي كنت باسأل محمود بقى قبل الهوى يمان اقول له احنا هنتكلم النهاردة عن الستة اللي بتشتغل ولا اللي قاعدة في البيت قال لي انا احبش الستة تشتغل عشان احب احس بنفسها جنب لا استاني 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 شفتي الادب ما استاني احسن لايف غير مواشر خالص هنجع في كلام لا اغير اقواله دلوقتي لا لا مش غير اقوال اه ليه اللي ينمين بتشتغل ولا اذن؟ لابس انا لقي وجهة نظر بيشتغل استاني بس ان لا لا بتشتغلش سألي وجهة نظر موضوع الشغل بالزات ايه موضوع الشغل ده لو هيعمل فراغ في البيت اه بالضبط المهم يعني يلاقيها لما يعوزها خلاص مش لما يعوزها لأ الفراغ فكرة ان الست البيت انا بالنسبالي هي عمود البيت انا مع الشغل مش ضد الشغل ترجع قبليك يا سيدي مع الشغل مش ضد الشغل اذا هتعرف توازن اذا هتعرف توازن اه بالضبط ما تخلقيش فراغ لجوزك ترجعي تندمي عليك بس انا مبسوطة بالتعليم بتاعك لا امه حبيبا بتتخدد عنه انت وشطرتك انا لا والله لا والله يا جماعة لا والله استنات سألت الموضوع ده كذا مرة فكرة ان الست تشتغل ليه عايز تشتغلي ليه لو انتي بتساعد جوزك يبقى قطر خيارك شطرة يعني فيه واحدة عايزة فلوس انا زتها انا اول زت والراجل لو مش انا انا بكلم كراجل بس استني بس انا اول زت استني الراجل الراجل دايما عند الست عشان كنا لسه بنتكلم انا والدكتور من شوية دكتور مصافة حالة دكتور مصافة حالة ان الراجل دايما وكنت انا هو متفقين جدا على ان الراجل دايما عايز حس من زوجته ان هو اول زت بالنسبة له فمعنى ان هي اتجاوزته احنا مخترعناش حاجة الست كتب تنزل في الحرب وبتداول مخترناهوش ها مخترناهوش يعني السيدة رفايدة اللي كتب تنزل في الحرب مش ضد وكتقاضية وكتشعرة وكتفي كل المجالات احنا مخترعناش حاجة وده مش تخلف انا بقول يعني لا ده تخلف يعني ازاي يعني بصي انا ايه بس انا طبعا بالتراض يا معحمود عشان بس ما يروحوش الاسم ولا يروح انا انا مع انا مع ان الست ما تهملش بيتها وجوزها ليه في الاخر ما تقولش ده هو بعيد عني ده هو اه سبني وتجاوز علي ده هو باعد لا يعني هو ده مش مبرر اي عشان تشتغلي يعني يجاوز عليها اشتغلي لأ انتي انتي ما ده ما هو وافق هيا دي كل المشكلة عشان ما يجاوز عليها بقولك ايه وهي لو بتشتغل استاني بس عشان الموضوع بسيط انا مع ان الست اشتغل وتبقى شطرة انها متسبش فراغ في البيت حلو كده نقطة طبعه نتكلم في البطاطس شطرة انت وشطرتك انا كنا بنشكر فيك يا محمود ممكن انت بقى قاعدة في البيت وصيب له فراغ برضو الان هي مش بتاخد وتدي معي مش عادة تعمل معي ايو غلطة مين او مش ماليا دماغه وبيكلم مع زمنته في الشغل بيكلم مع زمنته في الشغل اللي بتشتغل صح مش ممكن بيكلم مع زمنته وهي بتشتغل يعني عجب ودماغه كليوة مش شرط يعني محمود بصراحة انا معا انا معا عايز تجوز هي قاعدة هي بتشتغل مش هي دي القصة الفكرة احنا بتشتغلي ليه تحقق كيانك تحقق ذاتك بس في اولويات بصراحة شريحة والله انت صح انت صح جدا وانا معاكي ومتطفق معاكي جدا فكرة بس ايه ايه خلق الفراغ يعني تحقيق الزيت جميل وكل حاجة يعني مراجل مشغول برضو يلا خلينا في المبق عاصل وقت ايه بيجري قوي؟ ما تقلقيش يعني ما تقلقيش بصوا بقى احنا هنا عملنا ايه بعد ما البطاطس اتشوحت كويس جدا مع البصل وترشلها رشة ملح وقعدت حوالي من عشرين دقيقة لنص ساعة حطنا لها في الاخر بعد ما استاوت معلقة من الكركم وشوية بصل اغدر لما حطنا لها معلقة الكركم والبصل اغدر سبناها في بول ازاس كده تبرد قسرنا عليها سبعة تمن بدات ورجعناها في طاصة على نار هادية خلوا بالكم العجة دي لون حلو احنا هنسيبها على نار هادية عشر دقايق عشان تستويوا بعدين نقلبها حلو جدا لو معنا وقت هنقلبها ازاي نيجي بقى يعني انا ساعات بحط عليها الغطى علشان يكتمها شوية والبيد ينسجم معها بالضبط كده بالضبط كده بس جرعة شديدة منك انت حطت التوم صاحي كده مش متشوح في الاول مثلا هيبقى طعمه قوي قوي في العجة ما كان بيدقوا في الليهون صح بس ايه في ناس بتشوح اصلا التوم الاول في حتة زبدة ولا حاجة لا 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 ده مفروم جرعني ما انت بيجى عليك وقت برضو ايمان ما هي قولها ما انت بيجى عليك وقت وتكلي البتنجان المخلل وبيقى فيه الطوم ده برضو بيبقى صاحبه قصدي يعني انت برضو متلقيش اه يا انها ربيا دي ريحة انتلتك بصوا اللون بصوا اللون ده انا بقى عايز اقول لكم انا في الوقت ده بحط لمسة صغيرة جدا من البصل ولمسة من الطماطم الفول يكسب اي بفيه صحة والله ولمسة من البقدونس خلاص بعد ما حطت التلات حاجات دول اجي لبقية الخلطة شوية منها كمان حلوين كده من الخلطة معلقتين مع معلقة من زيت الزتون خلوا بالكم الحاجة انا شلت الفول من على النار بعد ما حطت التحينة كويس ايوة بالزبط ما ينفعش طوط كتير كويس بصوا بقى وادي الطبق اللي انتو شايفينه ريحة الدقة والخلطة اللي بالنعناع والطوم المهروس تدوء ايه والممنوعات ممنوعات طبق معشانة التحينة معشانة الخلق واللمون وفيها معلقة التحينة هي كالسي اه طبعا تحينة مهمة جدا في بقى عارفة التحينة اللي هي بتبقى لسه معمولة طازة انا معرفش ايه والزيت الحار من السرجة الله فعلا تحينة صغنة تحينة صغنة تحينة صغنة وهم المحمود بقى دخل المطبخ انه قده اعمل فول وانخلص الفول مش مسؤول حسنا اه طب انت دي طماطم بس او لما عليها الدقة شوية طماطم الاول عليها الدقة بتاعتك اللي في الهون لا انا جاي بقى في الاول دول لسه ما حطيتش على اي حاجة بحط شوية طماطم وشوية من البصل الاحمر كويس وادي اه احيه خط شوية من دول كده ماشي وبعدين بعد ما نعمل كده ناخد الخلطة محمود ايه اشهر العبارات اللي بتتكتب على عربيات الفول اه انخلص الفول انا مش مسؤول اه اه بس اعجبتني بس كمان بقية الخلطة بتاعتنا يعني عمال افتكار لك ايه ماشي انت عنديك حاجة حلوة انا بيه يعني متقولوا امثلة عن الفول صحيح او بكتب على العربيات ايه اه بيقولوا عنيه طب ليه لما حد بيكون متعزق بيعود يقولوله قاعد يتنطط زي الفولة في النور ايه ده انا اول مرة اسمع المثل ده تاني في شعر اللي بتنطط اللي بتفشل الله في شعر صحيح الدورة يا ايمان بس كده الله شوية زيت حار بقى جالنا حد ارى كلمتين على عربيات فول حلوين كل فول وصلى على الرسول الله دول يبقوا حلوين او يبص طبق الفول الجميل ده ويقولوا عليه زبدة فول مدمس تعالى وغمس اه فول مدمس تعالى غمس نحنا هنأه العربية دول وقع Pur العجة اللي تتجانن هتقلبها بصي بقى العجة لا انا سايبها شوية لان هيكتاخد لها حوالي عشر دقائق هنا وعشر دقيق هنا وعايز اوريكم شكلها هنا كده تعالى بصي بقى أشويت بعضل انتم حيزهم او الذين عايزت ذولي انا هشويلهم علىcción مرحبا تقول لي في عربية فول مشهورة قوي مكتوب عليها ما خطرتش على بالك يوم تبتر عندي ما رأيك فيدي يا محمود حلو ما خطرتش على بالك يوم تبتر عندي حلوة دي حلوة جدا شيخ سيد بكاوي يمصهرني شكل الجمال اللي بتتقطع يا سلام على البطاطس الشيبسي اللي جواها بقى والمستوية في البيت انا بس عايز اشرح لكم حاجة ايه دي كوركم اعمل شغل دي احنا المكونات كلها سهلة وعندنا دي بتتعامل في اسبانيا بالشكل ده وبنفس المأدير من غير كوركم اسمها تورتية مش التورتية المكسيكي لايش لا اسباني بتاعتها اسمها تورتية وبتتعامل عجة البيت دي بنفس المأدير اللي احنا بس مش بيأكلوها ويناموا زينا يعني بنزلوا اثناشوا ساعة بش بطاطس وبيت احنا بدي كونها ويناموا انا اللي عدوني في حياتي من البطاطس الالمان عادت هناك فترة ميأكلوا كمية بطاطس وزبدة اسمها ايه بالالماني ايه البطاطس والله يبص انا اللغة الألماني ما بفهمش بها يعني كارتوفلة كرتفل 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 لا تحاولت اتعلم الماني لانها صعبة علي كرتفل كرتفل اسمها ايه بالايطالي ايه ايه دي؟ البطاطس تضي ايه؟ بطاطا تضي ايه ممنوعات؟ لا ايه ايه انظروا بقى نقدم ايه جنب العجة دي؟ احب اضع طماطم وبصل وخيار ايه الانغار وشوية فلفل صغيرين وشوية ملح ايه اللي بيذكروا بقى بصمانية عامة ممكن تدي طاقة برضو حلوة مع صلطة حلوة كده تتجنن زي المحمود عمل حايفة ازاي الطماطم كده طبق الصغنن الجميل ده يعني مش كل حاجة بطاطس مقلية يعني ممكن تبقى جميلة مع البيض مش كل حاجة بطاطس مقلية فعلا والعجة هنا شكلها جميل انا عايز بقى اخد لكم بقى ايه؟ الجميل ده ونروح على البطاطس بتاعتنا ونحط الطبق الجميل ده جنب طبق الفول الحلو والقطعة دي كل ما تبرد كل ما تبقى حلوة يعني كل ما تبرد كل ما تبقى جميلة عشان بتمسك في بعضنا انا هعملها انا هبقى اخد الحاجات بتاعتك بعملها على طول احنا عايزين نعرف هتعملين ايه بكرة محضر ايه محمود محضر ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله هيعابل مساقعة باللحمة المفرومة وكمان عاملين بقى يعني فكرة فكرة ان الكريم برلي ده حلو علشان الاطفال ومغز جدا وعلشان الكبار اللي ممكن يبقى فيه مشكلة في الاسنان علشان الاكل وعشان ان يبقى الموضوع حلو عندنا وقت نعمل عصير فيه تلت اربع دقائق طيب يلا بينا نعمل العصير بصوا المقدير بتاعت العصير ان احنا قلنا موضوع سهل قوي شوات بطيخ متقشرين كم شريحة لمون ومعلقتين كبار من السكر والنعناع وشوية من النعناع الاخضر وعصير لمونتين يبقى بطيخ ونعناع وسكر ولمون وشوية مية غازية اللي هي السباركلينجة الشفافة بتاعتنا انا مش قادر انا هدوق الفول خلاص اه لا تصور الطبق الاول سن خدي معلقة خدي معلقة بصوا بنعمل ايه هنا بيكون عندنا حاجة واسعة كده نحط فيها شوية نعناع وشارحتين من اللمون شايفين وشوية من السكر خلاص وبعدين نبدأ نهرس الكلام ده الهون الهون للاسف طوم كله طوم يعني لو مكانش فيه طوم كنت هدوقهم في الهون اه اه بس حلو ان هم يتعاملوا بنفس الطريقة اللي انا بعملها دي في كوباية مثلا او في مجة بس تخلي بالك ان هم محبول الفول تحفة بالهنة خلوا بقالكم موضوع الطوم ده موضوع الطوم ده موضوع الطوم ده ففاص الطوم ده بيدي ريحة حلوة جدا او التماطم اللي هي المتبينة اللي بتبقى بطب فيها حاجة تعيش بصحة ومتتعبش ونشطة للدورة الدموية الطوم والبصل يجب ان تبلع لها فاصين على الصبح كل يوم يعني اراضيهم الاول لكي تطلع منهم وبلاعي على طوم برافو علي برافو علي يعني تقريبا نفس طريقة المخيتو مثلا اه 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 بالضبط بس خلوا بالكو ان هو المخيتو ده مشروب بيتعامل في بعض دول امريكا اللاتينية هو قصته نعناع ونعناع وعاصية يعني نعناع ولمون وسكر ولمون وشوية من المشروب الرسمي للبلاد كويس وبعدين اه مشريكا اعطان اضافة والتحينة والزيت اه كامل هنا كده نضع المشروبة وطعم النعناع ونضع وانه ولون بعد ما نضع سوف تضرب خلال كشاك كما ترى نضع إزازة المشروب بتاعنا الجميل ويمكن يستع قطع بقى بقى جزي المنجا وكده أيوة بعدين نغض الحلو ده نروح أنا فكرة بطيخ حلو هنا جنب دول الله الله وبقى أنا كده حققت ذاتي النهاردة حققت ذاتي بمناسبة تحقيق ذات أنا معا أنا معا مش ضد والله العظيم طبعا فيه ستات بتطبخ أونلاين من البيت والستات الجمال الستات الجمال دايما تعبنين ودايما شايلين الهم ودايما شايلين المسؤولية عشان تعرف تروح بيتكو أنا بالنسبة خوف ده من العقلاء والله بس أنا كلمتك في اللايف إن أنا معا ده بس عايزها جنبي كده وحس بنفسها في البيت ربنا ما يحرمنا من نفسها وبعدين فيه ستات بتشتغل مش للفلوس بتعمل أونلاين وتبسط قوي إنها بتعلم الناس حاجة الحقيقة بزبط مهم يعني حاجة تنفع الناس شوفنا نمود والله تسلم إيدك مع أحلة كريم بورلي مع بعض بكرة إن شاء الله ونشوفك بكرة إيمان إن شاء الله على خير وهي حلقة جديدة وإن شاء الله بكرة بقى إن شاء الله نوعيدكو يعني ستات محفوش جديد بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة